منزل صديق للبيئة ومطبوع بالتقنية الثلاثية الأبعاد يعتمد على تكنولوجيا تستخدم لتصميم نماذج المنازل التي سيعيش فيها رواد الفضاء على كوكب المريخ المنزل تيرا من تصميم شركة AI Space Factory للتصميمات المعمارية ومقرها نيويورك وكانت قد حصلت على نصف مليون دولار من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا لطباعة قاعدة بالتقنية ثلاثية الأبعاد تحاكي تلك التي ستنشأ على سطح المريخ وصممت تلك المنازل من مواد يمكن إيجادها على سطح الكوكب الأحمر وبما أن نسخة منها بنيت حاليا على الأرض فقد بنيت بنفس الطريقة الصديقة للبيئة فتصميمها الخارجي هو مزيج من البازلت والبوليمور الحيوي المشتق من محاصيل زراعية كالذرة وقصب السكر وأظهر التجارب ناسا على البناية أنها أقوى بنسبة 50% وأكثر متانة من الخرسانة ذلك إلى جانب إمكانية إعادة تدويرها وكونها قابلة للتحلل الحيوي ديفيد مالوت المدير التنفيذي وكبير المهندسين المعماريين بالشركة قال إن البوليمور الحيوي يعني أنه ليس منتجا نفطيا كما أن بناء هذه المنازل مدعم بألياف البازلت تلك المادة الصخرية الموجودة على كوكبي المريخ والأرض والمسجم بين المادتين يؤدي لحصولنا على ذلك البناء القوي المتماسك وتأمل الشركة في استخدام الطاقة الشمسية في عملية طباعة ثلاثية الأبعاد لتلك المنازل والاستغناء عن الكربون في عملية تصنيعها وتجري حاليا طباعة بناية تيرا بالتقنية ثلاثية الأبعاد في الموقع وينتظر أن تفتح تلك البناية ذات الطابقين والتي تبلغ مساحتها نحو 46 مترا مربعا ينتظر أن تفتح أبوابها للجماهير من نيويورك في مارس آذار المقبل